أكد وزير المورد المائي والرأي هانيس ويلم حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان وإقامة المشروعات الاستثمارية بها وخلال اللقاء مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان في جوبا أشار سويلم إلى وجود فرص استثمارية عديدة في المجال الزراعي بجنوب السودان يمكن للرجال الأعمال والمستثمرين المصريين لاستفادة منها وبدوره أعرب مشار عن شكره لمصر على المشروعات التي تقوم بها في بلاده لسيما إنشاء مركز التنبؤ الذي سيسهم في تحسين القدرة على التعامل مع مخاطر الفيضانات والجفاف بجنوب السودان كما التقى وزير الموارد المائية بوزيرة الزراع والأمن الغذائي بجنوب السودان لبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات محل الاهتمام المشترك